نتناول الآن مثال عن القوائم المالية عن قائمتها الدخل والمركز المالي وهو موجود صفحة 108 فيما يلي ميزان المراجعة المستخرج من منشأة عبدالله وهي تعمل في مجال خدمي مجال الدعاية والإعلان هذا الميزان مستخرج في تاريخ 30-12-22 هجرية لدينا أرصده مدينة وأرصده دائنة لدينا الصندوق والبنك والسيارات الإيجار المقدم الأثاث إرادات دعاية وإعلان دائنون مطبوعات وملصقات أدوات ومهمات مكتبية إنارة وكهرباء مدينون إيجار محصل مقدما أجور ورواتب رأس مال وإجمال الأرصده المدينة 390 هو نفسه إجمال الأرصده الدائنة والمطلوب إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي قائمة الدخل عن الفترة والميزانية أو قائمة المركز المالي في تاريخ نبدأ أولا بإعداد قائمة الدخل وسوف نستخدم شكل الحساب للتبسيط نكتب اسم المنشأة في وسط السطر ثم اسم القائمة وهي قائمة الدخل والتي تعد عن فترة زمنية معينة وهي سنة مالية ثم نقسم هذا الشكل إلى جانبين الجانب الأيمن هو جانب المصروفات والجانب الأيصر وهو جانب الإيرادات هذا هو الجانب المدين وهذا هو الجانب الدائن ثم نقوم بنقل الإيرادات والمصروفات في هذا الشكل لدينا إيراد دعاية وإعلان ولد فقط لا غير هو يمثل الإيراد الوحيد لدى هذه المنشأة بينما لدينا المطبوعات والملصقات أو مصروف المطبوعات والملصقات ستة ألاف إنارة ومياه بتلسة ألاف أجور ورواتب بمئة ألف انتهى بذلك مجموع الإيرادات ومجموع المصروفات نلاحظ هنا أن مجموع جانب الإيرادات 254 ألف بينما أن مجموع جانب المصروفات 109 ألف إذن 254 هو الرقم الأكبر يكتب في الجانبين فوق منه خط وتحت منه خطين ثم نقصم الرقم الأصغر من الرقم الأكبر ويكون الفرق 145 تمثل بالنسبة لنا زيادة في الإيرادات زيادة في الإيرادات لأنها أكبر عن المصروفات لأنها أصغر هذه الزيادة في الإيرادات عن المصروفات هي التي تمثل بالنسبة لنا صافي الربح صاف الربح هذا يضاف إلى حقوق الملكية والذي يظهر قسم مستقل ضمن الميزانية بعد ذلك ننتقل إلى قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي تعد في تاريخ معين وهو يوم 30 نهاية الشهر نقسم أيضا هذا الشكل إلى شكل الحساب وإن لم يكن حسابه إنما هو يتضمن جانبين الجانب الأيمن يسمى بجانب الأصول والجانب الأيصر يسمى بالخصوم وحقوق الملكية ثم نقوم بتقسيم كل جانب إلى عمودين للأرقام أحدهما فرعي والآخر إجمالي نبدأ بالأصول مقسمة إلى الأصول المتدولة والثابتة ونبدأ بالأصول المتدولة لدينا الصندوق أو النقدية بالصندوق بمبلغ 24 ألف ثم البنك بمبلغ 70 ألف ثم المدينون 11 ألف ولدينا أصل آخر اسمه أدوات ومهمات مكتبية ثم الإيجار المقدم والذي يمثل حق للمنشأة على الغير إذن مجموع الأصول المتدولة 185 ألف بعد ذلك هناك الأصول الثابتة الأثاث بمبلغ 16 والسيارات بمبلغ 80 مجموعهم 96 ألف مجموع الأصول الثابتة نقوم بجمع مجموع الأصول المتدولة ومجموع الأصول الثابتة والذي يمثل مجموع الأصول لدينا في الجانب الآخر الخصوم ممثلة في الدائنون والإرادات المحصلة مقدما ومجموعها 63 هذه الخصوم في الحقيقة تمثل الخصوم المتدولة لكن لا يوجد في هذا المثال خصوم طويلة الأجل وبنان عليه ننتقل مباشرة لحقوق الملكية نجد أن بها رأس المال 100 ألف زائد أرباح العام وهذا الرقم مستخرج من قائمة الدخل التي سبق إعدادها والذي يتضمن مبلغ 145 ألف إذن مجموع حقوق الملكية تمثل 245 ألف نجمع جانب الخصوم وكذلك جانب الأصول سوف نجد أن مجموع جانب الأصول يساوي 281 ألف فوق منه خط وتحت منه خطين هو نفسه مجموع جانب الخصوم وحقوق الملكية 281 ألف إذن لدينا هذا المجموع لابد أن يتساوي مع مجموع مجموع الأصول لابد أن يتساوي مع مجموع الخصوم وحقوق الملكية